مرحبا نكمل اخر حاجة في الخرافات شعائية عن الرياضة تمرين عضلة البطن سيدي بالدهون المتراكمة عليها الصحيح ان تمرين عضلة معينة لا يؤدي الى ذابة الدهون في هذه المنطقة ولكن تمرين هذه العضلة يحتاج الى طاقة ويصل عليها الجسم من الدهون المخزنة في جميع اجزاء الجسم يعني انا مثلا لما امرن لكس ما بده بالدهون اللي على اللكس مضروري بتتوزع بالتساوي يعني الجسم سوى مجهود فهو بيحرق الدهون من مكان اللي يحبه كيفه يعني تعتبر عضلات البطن عضلة صغيرة اصلا احنا لما قلنا تصنيف العضلات توزيعها حجم العضلات عضلات البطن تعتبر عضلات صغيرة لذلك لما امرنها لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية بعكس الارجل اكبر عضلات في الجسم فان تمرينها مع بعض التمرينات المركبة مثل سكوات الددلفت يمرض مجموعة من العضلات المختلفة بالتالي يستهلك طاقة اكثر فيحرق دهون اكثر فاللي يعني تروح وتعيد نفس التمرين تاوي كل يوم ابس ما بتضعف منطقة البطن لان الجسم ما يقرر من من ياخذ الدهون ياخذهم بشكل عام من انحاء الجسم ولو اصلا اللي سمهم الدهون الصعبة او الريزستنت فاتم تجمع عند احد معين في منطقة البطن بتكون هي اصعب منطقة ينزل منها الوزن فهو لا يبغى له بس انها استمرارية طيب شلو المكملات الغذائية احنا نسمع عنهم يعني فيه قلنا الماكروز والمايكروز فيه المساحق في الكابسولات فيه المشروبات مختلفين هذي انواع منهم فيه الفيتامينات ومعادن اساسية كفيتامين دال او غيرها من الفيتامينات التي راي يمكن الحصول عليها بشكل كافي من الطعام فيه المالتي فيتامين اللي فيه كل انواع يعني قرص واحد فيه كل انواع الفيتامين كده اللي ما يقدر يأكلهم من الاشياء الطبيعي من الخضار الفواكه وكده ياخذ معهم المكملات الغذائية فيه الكاربوهيدرات تغذية الاحتياجة من الكاربوهيدرات يتم عادة من شنو من وين نحصل الكاربوهيدرات لنا من الاطعيم النشوية احنا نقدر ناكلهم من الخبز المكارونا الرز هذه الاشياء هناك بعض فيه رياضيين يحتاجون كمية اكبر من الكاربز سريعات الامتصاص وتأتي في شكل مشروبات او فرميلة سهلة تحضير احنا غالبا الناس اللي ماهم يعني ماهم هدفهم مو بناء اجسام ما بيحتاجوا كاربوهيدرات الزيادة يعني من الاكل تكافيهم فيه البروتينات هذا الوي بروتين بروتينات مشروبات العالية بالبروتين البروتين شيك مثلا انا ما اقدر اكل كمية لحوم كبيرة جدا وانا ابغى ابني عضلات شوية فاخد بروتين البروتين شيك مثلا السكوب الوحدة فيها 30 جرام فتغطي احتياجي اكمل فيها احتياجي بس ما اوقف المصادر البروتين الطبيعية دجاج لحوم سماك اكملهم بس بالله هذه فيه الوميغا ثري زيوت السماك وكبد الحوت والوميغا ثري وغيرها هذا هو الاشياء طيب نتكلم شوي الحين على الادوات كيف الادوات اللي بتساعدني اوصال في هذه الرحلة هنتكلمنا على هذه الابز اللي في التريفون بس منتكلم عليهم زيادة يعني ام شنو تخلي الرحلة ممتعة ويعني وسهلة وانجويابل وحتى اشارك ناس اشوف عندهم نفس الاهداف اللي عندي في انت التكنولوجيا اللي بنستخدم على الكمبيوتر او على الجهاء على التريفون يعني على هذي الجوال في حسابات هذي حساب السعرات والمايكروز ماي فتنس بول اللي قلت عنها شوية قبل كذا وفيه ناس يعني حول العالم ملايين يستخدمون وجميل جدا فيه ناضي رياضي تبرز اهمية الناضي الرياضي في توفير الاجهزة الرياضية المتنوعة فيه عندنا زي ما قلناهم قبل كذا تمارين الهوائية تمارين المقاومة زيادة التحمل وفيه الكلاسات اللي سويهم الجوم رهيبين يعني بذلا انا ما عندي وقت او حاسة اني يعني مرحقة جدا لدرجة اني مو قادرة اركز اني اسوي تمرين لحالي فاروح مثلا في هذي في الكلاس مع الناس ما احس بالوقت يعني فهذا يساعدني جدا وفيه تبادل معلومات الانسان يحس بتحفيز لما يشوف ناس تروح الجيم فشيء محفز فيه اشخاص مختصة قلنا المدرب الرياضي فيه المدرب الشخصي خصائي التغذية والدكتور كلهم محفزين وفيه جهاز دعم معنوي هم عادة الاصحاب والاهل وزملاء الرحلة فيه ناس يحبوا انهم مثلا يساووا جروب مثلا فيه ناس الحين فيه جروبات واتساب انه مثلا احد اخصائي مو اخصائي تغذية حتى يعني ضروري يكون سبيشالايز بس شخص معين يساوي جروب واتساب وبعدين يرسلوا له الاشياء اللي اكلوها في اليوم وشنو اللي خربوه وهذه الاشياء مثلا اه الاهل والاصدقاء اللي تحس انهم يعني ذاكي رباتي وفايدعموك ويساعدوك انك توصل لرحلة المكان اللي تبغى توصل له فيه الاستعام البرامج الغذائيه اللي يشتركوا زي الدايت سنتر هم يحضروا لك الوجبات ويجيبوهم وحاسبين لك سعرات الحرارية فما فيه اي هدك يتصل لك الوجبات بنوقف هنا وبنتكلم بالتفصيل في المرة الجاية على ماي فتنس بول هو قاب حق التليفون عشان تساعده في حساب السعرات الحرارية